انخفضت أعداد القذائف والصواريخ التي تسقط على مدينة دانيتس وضواحيها إلى النصف تقريبا ذلك ما جعل سكان المنطقة يعودون إلى نشاطهم وأعمالهم المعتادة ويرجأ المراقبون والخبراء انخفاض الضربات الأوكرانية لمناطق الانفصاليين إلى قصف الجيش الروسي لمستودعات الذخيرة الأوكرانية في مناطق مختلفة من دانيتس هذه السوق قصفت مرات عديدة وقضى فيها بائعون وبائعات عدا عن الإصابات والدمار الذي حل بالمكان إما أن تكون القاعدة الأوكرانية ابتعدت وإما أن يكونوا خفضوا القصف لذلك عاد الناس إلى الأسواق ولديهم رغبة بالحياة والشراء وفي كل مرة يعود أصحاب المتاجر لأعمالهم بعد انخفاض وطيرة القصف ويقطعون مسافات للوصول لمتاجرهم من أجل لقمة العيش رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها المنطقة لقد عاد الناس للتسوق والمنطقة أصبحت مكتظة والحمد لله لا يوجد قصف والمدينة هادئة القصف أصبح قليلا وأقل بكثير من السابق ونعيش كما يجب والأفضل قادم بالتأكيد والنصر لنا وتستمر الحياة مع عودة الزبائن للأسواق وتدور عجلة البيع والشراء إلى هذه السوق رغم القصف الذي لم يتوقف مع استمرار الأعمال العسكرية لقناتي العربية والحدث رائد الأخبار دانياتسك رائد الأخبار دانياتسك رائد التعليقات glائد الأخبار دانيات حسب رائد الأخبار mark تثريح مجرد س绝لي شكرا